السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشدية تربوية في مقطع جديد يتعلق بمكون التسبيقات الكتابية الخاص بكتاب المفيد في اللغة العربية للسنة الثالثة سخة ثمانية وثلاثون نعم قبل أن نبدأ شرحنا للدرس المرجو متابعة المقطع من البداية للنهاية وهذا أفضل دعم تقدمه لنا نحن كمسيري للقناة من أجل الاستمهار وشكرا لكم مسبقا ونبدأ إن شاء الله بشرح درسنا لهذا اليوم بالسؤال الأول أحول الفعل بحسب الضمائر عنا الضمائر أنا أنت أنت هو وهي هذه كتسمة الضمائر المفرد عنا الفعل رسمة تفقنا كنا درسنا في الضرس السابق دينا هذا الأفعال في الضرس السابق غاد وجدوا حتى وفي صندوق الوصف اللي ما زال ماذا شهر الدرس هذا نعم إذن رسم أنا أقول أنا رسمت وكنضيف التأ وعندها ضم إذن رسم أنا رسمت رسم ندرب لون مغير اشتبعوا معي يعني الإضافات اللي كنضي أنا رسمت ثم أنت رسمت رسم وكنضيف التأ عند الفتحة ثم أنت يقول لكم دائما تأ تأ أردو لها البل نفس الحركة كنديروها للفعل يعني هنا الفتحة حتى هنا الفتحة أنت رسمت تفقنا إذن هو كيف قال نفس الفعل الأصلي هو رسم ما كان نغير في حتة حاجة هو رسم هيا قلنا لكم نضيف التأ لندها سكن تأ السكنة هي رسمت رسم 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 نعم نحاولوا أن الكتب ديكم ما تكتبوش يا كتبوه ضفاطر التمارين علاش لأن الكتب ذات يوم العام الجاي المتعلمين آخرين اللي ما عندهمش كيف ما تعلمنا في الدرس يعني الدرس النص القرائي هدية لصديقي يعني حتى نتو ما يكون ذاك الحس الاجتماعي أنكي الناس ما عندونش ما عندونش القدرة باش يشتريوا الكتب يعني خليوا الكتب ديكم حافظوا عليهم جدا ما تكتبوش فيهم باش حتى ما يستفدوا منهم اللي ما عندونش قدرة يشري الكتاب أنتم تصدقوا بهم لتلك الفئة اللي محتاجة ونتمم وأعتذر على فتح هذا القوس فقط للإشارة أكملوا تحويل الفقرة شاركت مريمو في مسابقة تحدي القراءة اللي عقلتوا عليها مريم بنت مدينة تونات حصرت على المرتبة الأولى ففريحت وشعرت بالفخر والسعادة الآن عنا أحمدو إذن هنا تحولنا من المؤنث اللي كنا كنا نظره على مريم طفقنا إلى أحمد إذن هنا شاركت غيصبح عنا ولد إذن أشغل نقوله واشغل نقوله شاركت أحمدو لا غنقوله شاركة غنحذفو تأتنيف شاركة فقط شارك أحمدو في مسابقة تحدي القراءة هنا عنا حصلت حتى هنا عنا التأنيف ياكي عقلوا عليها إذن هنا غنضروا بدل حصلت غنضروا حصلة حصلة على المرتبة الأولى هنا يعني ففريحت وشعرت إذن هو أحمد هو فريحة إذن هو فريحة وشعرة طفقنا هو فريحة وشعرة بالفخر والسعادة إذن في حال هذا الفعل اللي دينا هنا هو حذفنا التأ اللي كنا نظفناها هنا ولكن في هي عندنا التأ الساكنة هي هذه طفقنا غيباش ما تلفوش إذن بالنسبة لهو الضمير هو هنا ما يستخدم الضمير هو إذن الضمير هو شارك أحمد في مصابقة تحدي القراءة حصل على المرتبة الأولى فريحة وشعرة بالفخر والسعادة الآن السؤال الثالي أكمل بما يناسب في مدرستنا الساحة نعم كيف هي ساحة المدرسة هنا عنا الجملة الإسمية إلا قلت عليها كنا ديناها هنا الجملة الإسمية كل جملة تفتدئ بإسم إذن سامير اللطيفون مثلا دينا هنا العيد قريب اللحظ هنا العيد كذب الألف ولم ولكن هذه الكلمة كانت تهي بالتنوين ما عندهش الألف ولم أعتذر لأن ما كنتش نشوف الكاميرا العيد عنده ألف ولم وقريب ما عندهش الألف ولم تفقنا عود الأبواني الألف ولم هنا ما عندهش الألف ولم الأصدقاء ونفس الشيء يعني المبتدأ يكون مغرفا والخابر يكون اسم النكير إذن هنا عنا كلمات هذه نحول المنعوهم عنا في مدرستنا الساحة كيف هي الساحة مثلا واسعة مثلا الساحة واسعة والحجورات كيف هي الحجورات مثلا نظيفة والحجورات نظيفة والحديقة مثلا والحديقة مثلا نظيفة أو واسعة أو مزركشة أو جميلة جميلة والأستاذات نعم والأستاذات مثلا لطيفات والتلاميذ أذكياء أذكياء تفقنا إذن هذا الملء ديالي ممكن أنكم تختاروا كلمات أخرى مش بالضرورة تحتمدوا على هذه الكلمات فقط أنا أشرح لكم ثم السؤال الرابع أحاكي الأسلوب الأتي هكذا أريدك يا ولدي أن تكون عطوفا على الفقراء نعم معرفوا نظم أننا نقوم بالإنتاج واحد الجملة تشابه هذه الجملة نعطيكم واحد المثل بسيطة مثلا هكذا أريدك نستخدم نفس الفعل أريدك 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 يا تلميذي مثلا أو تلميذتي يا تلميذي أن تكون مجتهدا أن تكون أن تكون مجتهدا تفقنا ثم آخر سؤال سؤال الخامس أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة تنظيم شقةنا في الطابق العلوي الحلويات في الطبق أو في الصحن طفقنا رافقت هنا رافقت وهنا رافقت إذن صديقي إلى المكتبة وهنا بالضعيف إذن هنا رافقت بمعنى ذهبت معه رافقت يعني مشتي معه رافقت هنا رافقت بالضعيف يعني كيف كان قلوه بالدريجة يعني في حالة رافقته يعني في حالة تدير معه مثلا أو تحس بالوضعية دياله يعني في حالة نقوله الشفقة تقريبا من هذا الشخص يعني كتضعضره أو تتعاون معه يعني رافقت به يعني بالحال دياله طفقنا وبهذا أحبائه نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس بالنسبة لمكون تعبير الكتاب كما أخبرتكم في المقطع السابق ستجدون المقطع في الصندوق الوصف للأسبوع الثاني والثالث والرابع وإلى هنا أستودعكم الله وإلى اللقاء الأسبوع المقويل إن شاء الله